وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بالأمس رؤساء وممثلي مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا الأفرقى ولي موجودين في مصر للمشاركة في تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الأفريقية ولي بيواكب احتفال مجلس الدولة بيليوبيل الماسي بمناسبة مرور 75 عام على إنشاؤه وأكد سيادة الرئيس على أن الدولة المصرية حريصة على دعم استقلال القضاء إيمانا منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة الأمن والسلم سيادة الرئيس أيضا استقبل إنبارح رؤساء الكنائس المشاركين في الجمعية العمومية لمجلس كنائس الشرق الأوسط واللي بتنعقد دورته الحالية في مدينة القاهرة ده بحضور قدسة البابا توضرس الثاني بابا الأسكندرية وبوترياركا الكرازة الورقسية سيادة الرئيس قال إن المواطنة والحقوق المتساوية للجميع هي قيم ثابتة بتمثل نهج الدولة المصرية تجاه جميع المواطنين وده اللي الدولة بترسخه من خلال ممارسات فعلية ووقعية لتعظيم قيم السلام والمحبة وعدم التمييز خلينا نشوفه استقبل السيد الرئيس عبد الفتح السيسي بقصر الاتحادية رؤساء الكنائس المشاركين في الجمعية العمومية لمجلس كنائس الشرق الأوسط والذي تنعقد دورته الحالية في القاهرة وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وقدسة البابا توضرس الثاني بابا الإسكندرية وبوتريارك الكرازة المرقصية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب باستاذ الحضور في ضوء عقاد الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط لأول مرة في مصر منذ تأسيس المجلس عام 1968 مؤكدا سيادته أن الإخوة المسيحيين في جميع الدول العربية هم جزء أصيل من نسيج المجتمع العربي كما شدد السيد الرئيس على أن المواطنة والحقوق المتساوية للجميع هي قيم ثابتة تمثل نهج الدولة المصرية تجاه جميع المواطنين وهو ما ترسخه الدولة من خلال ممارسات فعلية وواقعية في جميع مناح الحياة في مصر لتعظيم تلك القيم الإنسانية من السلام والمحبة وعدم التمييز لأي سبب ونشر ثقافة التعددية وحرية الاعتقاد وفي المقابل مكافحة التعصب والتشدد مؤكدا سيادته أن هذا هو التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية دون ارتباط بفترة زمنية محددة من جانبهم أعرب المشاركون عن سعادتهم بزيارة مصر وتشرفهم باللقاء السيد الرئيس مشيرين إلى مساهمتها القيمة في تاريخ البشرية وسعيها لتحقيق السلام فضلا عن أهمية الدور الذي تقوم به مصر في الشرق الأوسط ومثمنين جهودها بقيادة السيد الرئيس من أجل التوصل لتسويات للمشاكل الملحة والمعقدة التي تتعرض لها المنطقة والتي تتسبب في معاناة إنسانية كبيرة للبشر مع التأكيد على دعمهم لجهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف فضلا عن تحقيق التنمية والبناء والتعمير في مصر والشرق الأوسط بالكامل وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء التبحث حول سبول تعزيز مختلف جوانب العلاقات بين مصر ومجلس كنائس الشرق الأوسط خاصة ما يتعلق بجهود دعم الحوار والمواطنة ونبذ التطرف والتشدد في مختلف دول المنطقة كما استعرض السيد الرئيس ما تم في مصر من ترميم للعديد من الآثار والمواقع والكنائس المسيحية الأثرية الزاخرة بالمخطوطات والأيقونات التاريخية الفريدة فضلا عن مشروع إحياء مصار العائلة المقدسة وذلك في إطار الاهتمام بحماية التراث المسيحي المصري كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رؤساء وممثل مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا الأفارقة الموجودون في مصر للمشاركة في تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإفريقية وذلك مواكبة لتاريخ احتفال مجلس الدولة باليوبيل الماسي بمناسبة مرور 75 عاما على إنشائه وذلك بمشاركة المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجالس الدولة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بالسادة رؤساء المحاكم الأفارقة مؤكدا سيادته حرص مصر على دعم إنشاء اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية بهدف تلبية التطلعات المشروعات للشعوب الإفريقية في حماية مقدراتها وصون حقوقها وحرياتها ورغبة في نشر الوعي والثقافة القانونية وتبادل الخبرات والمعارف لا سيما في مجال القانون الإداري بين أبناء القارة الإفريقية وحرصا على التكاتف والتنصيق في سبيل دفع العمل الإفريقي المشترك كما أكد السيد الرئيس أن الدولة المصرية طالما كانت حريصة على دعم استقلال القضاء بما فيها القضاء الإداري وتعزيز دوره ومكانته إيمانا منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة الأمن والسلم فيه ومن ثم فقد حرص الدستور المصري على تأكيد هذا الاستقلال كما عمل على حماية السلطة القضائية وحظر التدخل في شؤونها والعمل على إعلاء سيادة القانون وترسيخ قيم الحق والمساواة والإنصاف مشيرا سيادته في هذا الصدد إلى أن القضاء الإداري يعد هو الأمين على الحقوق والحريات العامة وهو الذي يكفل العدالة في تصرفات الإدارة وهو ما حرص على تحقيقه مجلس الدولة المصري العريق منذ يومه الأول عند إنشائه في عام 1946 وحتى الآن من جانبه أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أهمية تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإفريقية في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات القضاء الإداري بين الدول الإفريقية الشقيقة وأضف المتحدث الرسمي أن السادة المشاركين أعربوا عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس مثمنين الدورة الحيوية لتأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإفريقية كإحدى الآليات التنسيقية المهمة التي تعمل على بناء بنية قانونية واحدة في قارة إفريقية لا سيما من خلال تنظيم وتطوير التعاون بين جهات القضاء الإداري بالدول الإفريقية وهو ما يعكس التوجه الثابت لمصر بقيادة السيد الرئيس تجاه إفريقيا كنقطة ارتكاز لتعظيم منظومة العمل الجماعي بين دولها وقد شهد اللقاء حوارا مفتوحا مع السيد الرئيس شمل أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الإفريقية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه يهدد الاستقرار في أي دولة حيث تم التوافق على أن المرحلة الرهنة تقتضي الطلاع على القضاء الإفريقي بدور مؤثر في تفعيل التنسيق بين الدول الإفريقية نحو بناء بيئة تشريعية موحدة ومتجانسة بما يسهم في الارتقاء بدور الدول والمجتمعات الإفريقية في التعامل مع التحديات الدولية التي تواجه عملية صياغة مستقبل مشترك للقارة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود واحد والتي تجري قيادة قوات شرق القدال لمكافحة الإرهاب بيستمر العدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لقوات المسلحة وده بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة الفريق أول محمد زكي قال أن القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وصن مقدساته بما تملكه من منظومة تسليح متطورة في كافة التخصصات وفرد مقاتل محترف قادر على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي سمود واحد والذي تجريه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ويستمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيسي أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وألقى اللواء أركان حرب خالد بيوم العربي قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليه بكفاءة واقتدار بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بتقديم عرض مختصر للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ في الموقف أثناء المشروع ونقش الفريق أول محمد زكي عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ المهام وكيفية اتخاذ القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء أعمال مكافحة الإرهاب ومدى إتقانهم لها وفقا لتخصصاتهم المختلفة ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله الرجال شرق القناة لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم مشيدا بالمستوى الراق الذي ظهرت عليه كافة العناصر المنفذة للمشروع مما يعكس الاستعداد القتالي العالي والتدريب المتميز والاحترافية في تنفيذ المشروع وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة لكافة الوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات كما نقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذهم لمهامهم وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير المعركة كمان مبارح كان في أخبار مهمة زي الاجتماع اللي عمل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتبعة موقف مشروعات الطرق الجالي تنفذها وكمان أيضا متبعة مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة وشدت فيها على ضرورة تكثيف التواجد في المقرات الحكومية داخل العاصمة الإدارية خلال الفترة اللي جاية أخبار تانية كتير أيضا هتعرفوها خلال التقرير في مجموع من الأخبار المهمة اللي حصلت مبارح منها الاجتماع اللي عمل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتبعة موقف مشروعات الطرق الجالي تنفذها والتنسيقات اللي بتتم مما بين الوزرات والجهات المعنية اللي بتتولى التنفيذ وكلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الأعمال على الطريق الساحلي والتنسيق بشأن توصيل المرافق المختلفة للقرى السياحية كمان إمبارح استقبل الدكتور مصطفى مدبولي بمقر مجلس الوزراء الشيخ محمد جراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية وخلال اللقاء تحدث الدكتور مدبولي عن الفرص الاستثمارية وحجم التنمية اللي بتشهدها مصر في مختلف المجالات إمبارح كمان عقد الدكتور مدبولي اجتماع تابع فيه الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة وشدد على تكثيف التواجد بالمقرات الحكومية بالعاصمة الإدارية سواء في رئاسة مجلس الوزراء أو مختلف الوزارات كمان إمبارح التقت دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع الرئيس التنفيذي بمجموعة ستيلانس المصنعة للسيارات واللي أكد أن الشركة عندها خطط طموحة للتوسع في السوق المصرية من خلال إنتاج السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة المركز الإعلامي بمجلس الوزراء نشر إمبارح تقرير بيوضح جهود مصر في الحفاظ على ثقة مؤسسات التصنيف الاعتماني بعد تعاملها الإيجابي مع الصدمات الاقتصادية العالمية ورصد المركز تقرير وكالة فيتش اللي أبقى تصنيف مصر عند بي بلاس من مارس 2019 والحد دلوقتي وقال إن الإصلاحات المالية والاقتصادية حققت نموه قوي خلال السنوات الأخيرة